بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ايه دي واجعتني من الالتنج في الحلقات العملية شوية لكن هنرجع لها قدام برضو القصة معانا بها دلوقتي اننا عاوزين نتكلم عن توبك لذيذ قالها وهو اللوجيك بوكس ايه هي اللوجيك بوكس طيب يا معال اللوجيك بوكس هي صغرات بنلاقيها وحنا بنلعب في فكرة الابليكيشن نفسه يعني ايه بنلعب في فكرة الابليكيشن نفسه اقول لك هن انت بتحاول على عدة وتقدر تفهم الابليكيشن ماشي ازاي فكك بقى من التكنولوجي فكك من البرب اصلا فكك من اي حاجة تانية احنا مش هنأمل اي حاجة في اللوجيكس غيرك انت والابليكيشن انما اللوجيك بوكس انت بالفعل مش محتاج فيها البرب اصلا واعرفك ازاي كمان شوية برض للوقت يا معلم عشان نفهم الابليكيشن لازم تحط نفسك في خانة الابليكيشن نفسك انت اعتبر نفسك الابليكيشن انت الابليكيشن وانتوا الاتنين واحد مثلا مثلا انا كنت بحبي اندرايفر بصراحة باول نوع اعمال البروغرام وبعتولي انباتيشن قبل ما يبقى بابليك انا كنت فيه وابا برايفت انا حبيت الابليكيشن اندرايفر انا كنت باستخدمه ديلي يوز تقريبا فما كانش فارق معي ان يبدأ اهنت على اندرايفر اندرايفر انا استخدمه تقريبا كل الفنكشناليتز اللي فيه من سيتي تو سيتي لنقل حاجات لسيربزيس او غيره وغيره وغيره بس يا معلمين فما دعت بقى اجرب الفنكشنز دي وافهم الابليكيشن ماشي ازاي كويس واي احط حالات كونديشنز اجربها وافكار اجربها سيناريو هاتف انها اجربها ازاي بقى تلاقي اللوجيكس دي انا مبدئين كنت متفرج على حد كان جايبه نعم سيك اه بن الاندل ده في البرزمتشن بتاعته بيقول ازاي انه عمل اه ثرويته في البود باونتي من اللوجيكس بس ما بيعملها بيستخدرش اكسس اس ما بيعملش ريكو ما بيعمل لأ لأ خالص 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 او بيدخل الابليكيشن يا باشا يفهم الابليكيشن ماشي ازاي ويبدأ بقى يبريكي الفنكشناليتز والليمتس اللي هم حطينه تعال اقول لك الراجل ده قلي باختصار الراجل ده كان بيدور على حاجة اسمها النوز الان او اللي هي نو واس الجامع فبقيت نوز مش نوز مناخير انا مش عايز مناخيرك في حاجة صدقني انا عندي مناخيري والحمد لله شنان غيرها زي الفل اه برا بريك لي وابريكلك في مناخيرك فركل معاه اي هي النوز النوز هنا كان يقصد بيها الليمتس الابليكيشن حطي تطهبك يعني بيقول لك على حاجة لا انت مش تعمل لي ماينفعش تعمل لي مثلا مثلا الثريال انت بيباليك ا�كسس على فانشنالتيز معينة مثلا فبعدما الثريال بيخلص طبيعيا جدا انه افرع عليك اكسس مثلا Lars معينة حل؟ فانت ببدأ تعمل ايه؟ ببدأ مسجل دي الذي سكشن الرأسعر في البيب اسداي بتاعك ببدأ ت�بع الثاني الوريكوستات تاني بعد다가 الثريالي يقتل اذا كان الثريال اند اذا كان ثريال اند او انت مسموح لك اصلا تمن الرأسعر او لا طيب يا معل حاجة مش مسموح لك تدوس عليها في الـ Ui يعني مسلاً او عمل للـ Button مسلاً بتاع مثلاً ده option مش مسموح لك حلو الكلام تقوم جاي مسلاً قاعد تدور 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 وجايب مسلاً الـ End Point D او الـ Operation Name لو شنعات GraphQL مسلاً وتقوم جاي باعت الـ Request تاعة الـ End Point D وبعت لها Data المطلوبة تقوم جاي مكريت لك وابهوك رغم انه مش مسموح وعمل لـ Button اقدامك بس برضو انت قدرست تعمل حاجة زي دي؟ او لو نفترضها برضو بالسيناريو بتاع Alteryal اللي خلص من شوية انت برضو لو Alteryal خلص منك ممكن يـ Disable Button معين او Action ما تقدرش تعملو فلو عادت الـ Request من الـ Burb History بتاعك بيبدأ برضو الـ Request ده تلاقيه ممكن يتعامل معاك ودي برضو وقتها تبقى باج ولازم لازم لازم عزيزي نفهم الـ Application لو ما فهمتش الـ Application كويس وما فهمتش الـ Application بيتحرك ازاي وهي فكرته مش هتعفى تطلع على Logix دي بقى امعلم كنافة من مش عارف اسمويل اريتا وبازبوصة صامية وبازبوصة حاجة كده يعني المهم يعني اللاعد كان زهقان لقى الست نوال ده باخدت حطيت له اه بتاع كنافة من دي ساعة طعمها حلو وللأسف انا مش بتاقل في الحاجات دي معلم بروسي واجعاني ومكرة الشوكولاتات احنا وقيته بتاع ما بنامش الليل وكي يا معلم Practical Time Practical Time ولكن Practical هيبقى نظري شوية هاجبلك المواقع انا قريدي عملت هنت او بنتست عليها ومن المواقع دي معلم هقولك بوجز انا قريدي وصلت لها وتعمل لها Resolve ولكن مش هذكر الـ لانا دلوقتي الـ والبوجز اللي هقولها دي فركض معايا هشرح لك كام بوجز وفكرت فيهم ازاي وطبقتهم في النقاية ازاي واكتر من طريقة لو امكان انك تطبق بها البوجز دي طيب فيه قبل كيش انا معلم فكرته كانت زي ما تقول مدرسة اوه مدرسة يعني احنا مدرسة اوه عشان نبعت الـ assignments بتاعتنا والاختبارات والحاجات للطلبة فاحنا ماشيين الموضوع بنظام تكنولوجي شوية فبنبعت الطلبة الحاجات دي online على assessment و assignments والحاجات دي على موقع معين اوكي اوكي بيبقى فيه بقى class والطلبة والمدرس وبيحط اللي هو الـ teacher يعني بيحط تحت بقى co teacher اللي هو المساعد بتاع المدرس وكذا 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 هي عبارة عن مدرسة اول بوج عايزة اشاعرها معاك وفي الـ program ده دي كانت ان انت ما تقدرش كطالب تشوف الـ answers بتاعت الكويز فانا دخلت لما عملت assignment من الـ teacher لـ class معين دخلت فتحت account طالب فيه بدعت ابص على assignment كده اوه طبعا الفكرة ان انت بتبعت اجاباتك ما بتظهر الـ action نتيجة بتظهر للمدرس لانا اجابات الصحة معروفة من الـ system نفسه يعني لما بتظهر للمدرس هي ما بتظهر الـ action ولكن لما المدرس بقى بيتك على button في الـ site بتاعه انه يعلن النتاج للطالبه كل طالب بقى عامة submit assignment ده بيظهر له النتيجة بتاعته وانت بتبعت الاجابات بتاعتك كان فيه مود تاني مود اسمه الهيلبر ده المدرس كان ممكن يفعله للـ assignment المود بتاع الهيلبر ده ده بقى لو المدرس فعله بيبدأ ان الطالب لما بيسلكت اجابة غلط بيقولن الاجابة دي غلط ولو سلكت اجابة صح بيقولن الاجابة دي صح هدلوقتي ايه رأيك لو المدرس مش مفعل الهيلبر مود ده وانا كطالب استخدمته عمرز ظاهر لي في الانترفيس لان المدرس نفسه مش مفعله ولكن انا ما قاعد ريكوستاته الحاجات بتاعت الهيلبر مود اللي لما بعت لها الاجابة بالـ assignment ده تقول لي صحة والله غلط وقلنا انا عليه جم الاجابة بتعمل لي اكس او صح بقلنا على الريكوست اللي بعتته ايه رأيك استخدم الهيلبر function او end point دي فاني اعرف الاجابات دي صح والله غلط والفعله معالي ده اللي حصل وانا استخدمت الريكوست بتاع الهيلبر ده فانا اقول لي الاجابات اللي انا بعمل لها ماركة دي صحة غلط حتى لو المدرس مش مأكتف للـ assignment ده المود بتاع الهيلبر حل؟ دي اول باجة عايزة تسكلوزها معالي تاني باجة المفترض ان المدرس لما بيعمل كويز او او امتحان شامل مثلا ما يسمح لهوش يعمل اكتر من اتنين كويز خلال اسبوع واحد مثلا ادلوقتي لو المدرس ده مثلا عمل assignment يوم السبت وassignment تاني او كويز يوم السبت وكويز تاني يوم التلاتة لو جيه يسلكت حاجة خلال الاسبوع ده هو لما بيجي سلكت تاريخي للكويز او assignment بيطلع المربع كده اللي يوقع فيه للمربعات بسعة التاريخ الايام والسنة والشهر والحاجات دي فبيبقى وردي هو عمل disable لفترة ما معينة اللي هي باقي الاسبوع ده ومن بعد الاسبوع ده ممكن تختار اي تاريخ حاجة فهنا ليه ما انترسبتش الريكوست ونون جايين حاطين تاريخ في نفس الاسبوع ساعته برضو حصل اللي في بالك وعملت اكتر من اتنين assignment في نفس الاسبوع اشتعر ايز اشتعر ايز اشتعر ايز من ساعة التاني ممكن يبقى سيناريو برضو انا دلوقتي كطالب من مفترة للassignment لما المدرس بيعمله بيحط له او ممكن دلوقتي لو المدرس حاب يرفي من فش يعمل له اند يعني ما بيحطت له اند ديت وهو ممكن برضو يفش يعمل له اند او ياركايب الassignment ده فدلوقتي طبيعي جدا والنورمال بيبيول لموقع زي ده اني لو المدرس عمل اركايب او عمل اند للassignment طالب ما يقدرش submit answers ولكن بالفعل انا كنت مخزن الريكوست بتاع بتاع الاجابات من جانب الطالب وعملت من جانب المدرس اه اركايب او نهيت الassignment ده وبالفعل لما عدت الريكوست بعت الريكوست تاني بتاع الطالب اني ابعت الاجابات بعت الاجابات والassignment اصلا معمول له اركايب او معمول له اند ازاي ادي برضو باجب اه جول على ده بتاع الكلاس مسلا السي او تيتشر اللي هو المساعد بتاع المدرس نفسه ما نلقوش اكسس انه يمسح طلبه فايه راية بقى نخش على المدرس وناخد الكوكس بتاع السي او تيتشر ونحطها في الريكوست من عند وما بياخدش برامتر غير الاي دي بتاع الطالب فسأل نجيبه جدا كده ممكن نعتبرها لوجيك او ان السي و بيعمل حاجات التيتشر ودي برضو باجب خش على الحبيبي اه اندرايفر اندرايفر انا جبت فيه باجز كتير اغلبها بصراحة كان لوجيك ولاي الاول لما جبت حاجة او واسب مسلا او باج فعليه ولكن المعضوع حلو ولزيز يعني دل روقتي انت مسلا كاريت رحلة جديدة اندرايفر المعروف انك مسلا تحطيتها على التسعير على الرحلة دي مية فبقوم جاي هو باعت للسواق بيقول له هو بعت مية عايز تقبل ولا تزود فالسواق مثلا بعت مية وخمستاشر وانت بتحمل او انت لسه في القائمة بتاعت العرض قبل ما تعمل اكسبت لما بيزهرلك السواقين انت هنا فيه ريكوست انك تتشانج الفير سواء انت زود التسعير او تناقص التسعير بتاع الرحلة من جانب الراكب اللي هو انا في الحالة دي فمسلا انا عملت رحلة بمية والسواق بعتلي مية وخمستاشر عملتله اكسب الطبيعي جدا انه لو جربت ابعت الراكوست بتاع تغيير سعر الرحلة ده ما يعملهوش ده الطبيعي جدا ولكن انا لما عملت الراكوست ده بالفعل لو هو مثلا انا عملتها بمية وخمستاشر وعملت اكسب تعليفة ايه حاليا بمية وخمستاشر وتعملها مثلا تشانج التسعين فتم جاي الرحلة متغيرة عنده الريدي التسعين يعني هو لو عمل لك الموبايل وفتحه وفتح الابديكيشن بيبوث في الاخر بعد ما الرحلة بتاع تطلع له التسعين ايه ده انا حاطت مية وخمستاشر تبدأ تحصل بقى المفترض يخرج من سيناريو زيته حاجة تانية حصلت برضو انك تبايباس المينيمم فير اا ان درايفر كان اا مثلا انه انت اخترت مسافة مثلا تلاتين مشوار تلاتين كيلو متر بيقولك مثلا المينيمم بتاع دي مية وما بيسمح لكش امعلم بقى بالفعل انك بسلكت او تختار تسعيره اقل من المينيمم فير يعني هو بيقع حتى تسعيره كده لتلاتين كيلو دول اا مينيمم المفترض انت متنزلش في التسعير عني اوكي طيب انا عملت وقللت فتقللت دي برضو لوجيك بول اللي بعده اا ان درايفر برضو كان في كاريات الرحلة انت بتحط انت رايح فين للسواة فا اا الموضوع ده كان شغال بلونجتيود ولاتيتيود فاحنا لو اا مساحنا القيمتين دول او بيبعط للسعير او بيكاري رحلة مغير ما يقول السواة انت رايح فين اصلا فا السواة دلوقتي وجاني انت هتتحرضك منين وضاير له تسعيره وما يعرفش انت رايح فين او ما تضاير له المشوار كم كيلو متر فا ممكن يقبل عمياني وطلع انت بخزوها وبقى المشوار وهكذا اللي بعده المفترض ان درايفر لما بتعمل فيه اكتر من رحلة يعني رحلة وتكانسل رحلة وتكانسل رحلة وتكانسل بعد اربع خمس ساحلات في يوم جاي عاملك بلوك موقع طيب المفترض دلوقتي انت هتنال بلوك الموقع بدا ما تقدرش تعمل رحلات جديدة ولكن لما عدت الرحلة والريكوست اللي بيعرض الرحلات بتاعت السواقين اللي بعتين لي فير او بعتين لي اوفر على الريد بتاعتي الاتنين شوانالين وانا قدر اكاريت رحلة واقدر كمان اني شوف الطلابات بتاع السواقين وانا واخد بلوك دي وردو كاتلوجيك باب كل اللي انا قلتهم دول اه تعاملهم ريزول وانا confirm تعليم بنفسي اه فما تحاولش يعني عشان لو لواك وزيتك تعمل حاجة ولا حاجة طيب اه بالنسبة لآخر بروجرام معنا اه انا برضو اشتغلت عليه الموضوع ده كان موقع كده او بروجرام اه فكرته مثلا ايه انت بتكريت منظمة وجوها المنظمة دي بقى فلنفر مسلا انك كريتت منظمة الفيفا جوها مثلا عندك اتحاد كزا وجوها الاتحاد عندك فرقة وفرقة 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 جوها كل فرقة عندك لعيبه 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 عندك حكام هنا حكام هنا وموتوشة بقى بتتعمل اه ايه بيمشوا بيها موتوشة بتاحته بعد الصغرات انا طلعت في البتاعات ده صغرات كتير بصراحة اه ولكن اه بعضهم يعني كان لان اشعرهم معاك دول اولا اه ممكن تختار لعيب لماتش وهو مش مسموح لك تلعب حلو بمعنى اللعيب ده مسلا خط طرد في الماتش اللي فات حلو؟ المفترض مايلعبش ماتشين ثلاث هلو الكلام؟ انت دلوقتي لما تيجي بعد ما اخد طرد في ماتش تجي تكاريت ماتش جديد ما بيبقاش ظاهر لك في اليوزر انترفيس انك تختار اللي عايب ده ليه ويقول لك جنبه كارت احمر كده ان هو واخد طرد الماتشين او اللي اتبقيله اتنين عشان يقدر يلعب تاني حلو الكلام؟ فانت دلوقتي لو اخدت الاي دي بتاع اللاعب ده وحطيته في الركوست بتاعت برضو هيقوم جاي بنزللك اللعب ده في التيم بتاعك في الماتش الجديد وهو اخد طرد ودي برضو لوجيك برضو حلو ده كمان بنفس فكرة الاي دي بتاع اللاعب ده دلوقتي مسلا انا لو بلعب في الرياض ماتش في الرياض مسلا انت مستحيل ونورمال بييفر جدا ان الاي دي بتاعي او كوني انا كلاعب ما بقاش ظاهر لك انك تفصرني مسلا في ماتش بكوكب زمور ده بس انا برضو لو اخدت الاي دي بتاعك وانت في ماتش دلوقتي وحطيته في الريكوست وانا بكريت لك ماتش كمان ساعة هتتحط برضو في نفس الماتش حلو بتاعك كمان انك اا ما تقدرش تعمل اكتر من ماتش لنفس الفريق في اربعة وعشرين ساعة ولكن اا طبعا ده كان بلوك بس في اليوزر انترفيس متاع دلوقتي لو خدت الريكوست دولة الريبيتر وعدت تغير ماتش كل دقيقة لنفس الفريق برضو هيعمل لك انشغال بطايم ستامت فانت بتزوي دلوقتي بس ثانية وتعمل اكتر من ماتش نفس الفريق في نفس اليوم ودي برضو لان في بقى حاجة لزيزة قوي ودي اللي حلوة يعني شوية مفترض دلوقتي ان الموقع ده اللي مسؤول عن الفرق والنظاماته بتاع فعندك مسلا اتحاد كذا عاوز يشتري فريق كذا فبيقولوا عليه زي المزاد المزاد ده بقى معلم لو بيفتح على الفرقة دي بيقوم جايين انا مسلا فرقة كذا اتحاد كذا زايد عليه والتحاد كذا زايد عليه والتحاد كذا زايد عليه طيب المزاد بيوصل لمرحلة بعد اربعة اشترين ساعة او تمانية اربعين ساعة حسب بتاعة عرض البيع وبيقول لك انه فريز يعني خلاص اه اللي كسب كسب واللي خسر خسر ومين اللي خد المزاد ومين اللي كسب المزاد ومين زود ومين نقص وبيعفل البيتس على المزاد ده كده يعني خلاص محدش يقدر يزود او يبعط عروض جديدة او يتفهم بلغ اكتر او اقل لكن ده برضو كما تظن كان في اليوزر انترفيز بس الاتحاد من الداشبورد بتاعتم ما يقدرش يزايد على الفريق ده ولكن لو بعت الركوست بتاع الاي دي بتاع المزايدة على الفريق ده كان برضو بيقدر يبعط الكستات حتى في الوضع او في الوقت المفترض انه قادر فيه يبعط عروض جديدة على المزايدة دي حلو كمان ده شوية انا بالفعل طلعتها اتمنى تكون فهمت انا شرحت لك فكرة الموقع باختصار بسيط وشرحت لك البوكز اللي جيبتها فيه فتفهم ان كل اللي انا قلته في العشر دقائق اللي فات ودول انا ازاي بتعامل مع الموقع يعني في الموقع اشغال ازاي وفكرته ايه وقصته ودنيته ايه وابدأ بريك اللوجيك انت بتقول لي على حاجة نول زي ما قلت لك الراجل اللي كانت طالع معناها ده هسيب لكم الحلقة في الديسكريبشن برضو تتفرب عليها بيدور عن نول ايه اللي بيقول لي لأ ايه اللي مش مسموع في الريض والانترفيز وانا هيعمل امم ولكن طبعا يكون لي امباك انا عارف انت الاكسبت اللي بعد بتاعمل الاكسبت للبوليسي والروز والحاجة دي ما تنصر سيبتش وبدلا ما هي تروت خلى لي فلس وتقول لي انا عديت من غير ما اعمل اكسبت للبوليسي وبتاع فكده تبقى لوجيك باكب لا اتحديك سابعة في وشة مش هرحمك افهم الابليكيشن واضح بقى كمان الامباكت بتاعك لانا زي ما قلت لك اللوجيك باكز صعب اا او صعوبتها اكتر شوية او ازيل شوية من الواسب اا او الباكز اللي المعروفة المشهورة ليه لان دي اللي يبقى امباكتها معروفة السيناريوهات اللي ممكن تخرج منها معروفة انما اللوجيك باك هو مش فاهم انت هتم ليه طب لو مسلا تقدر تخفي الجهة للسواء راح لعب منه يعني هو ما يشوفش وراح فين ايه اللي امباكت بتاع دي تقدر تقول له بقى ان اليوزر ممكن يتلاعب مسلا يحط تسعيرة مسلا مخطفة باستخدام مسلا بج اللي بينزل بيها الساعة على مسافة اوه اصلا مش شايفها فيقبل وخلاص وكانسر السواء عيتبند وتعد تشرح لانه ده غلط مسلا موقع المدرسة اللي انا قلت لك عليه اللي بيعملهم اسايمس للطلبة وبتاع ايه الخطر ان الطالب يوصل للاجابات حاجة زي ايه دي طبيعي جدا فكرة موقع ان موقع دراسي واحد داخل اسايمين انت ما يشوفش الاجابات انت انت بتتهرن اكيه وتقبلت هاي يعني هي وتقبلت بالفعل هاي لئيه? لانها بتاثر على الانفستركشن نفسها بتاثر على الموقع نفسه على الابلكيشن اصلي ايه فكرة الابلكيشن انها موقع دراسي فانها اجيبت الايجابات الطالب بيجيب الايجابات خلاص هو خرق فكرة الابلكيشن اوكيه فدي برضو كانت وديت بايه عشان اللي بيعد يقول في الكمنتس اوه بيعد يقول لك الاقوى اه لا اه خلص الموضوع قلوس علاقة والله القصة انك تطلع حاجة بالفعل ليه هانبك يعني ممكن اللوديك ستطلع هاي وكل حاجة عادي جدا زي ما قلت لك على حاجة زي دي على فكرة زي دي وبس استوضاعكم الله طبعا بجأة شوية فيديوهات كتير الفترة دي عشان انا اخد بريك شوية من يوتيوب فهتلقوني بقى عامل جدولة لحب فيديوهات كده يبينزل لوحدها وانا همطلنش من وضوع فترة ما عشان انا عندي بيرناوت او في بداية البرناوت ومش عادي هتكل في الفلترة دي بصراحة المفترة دي رؤية الساعة تسعة وثلث او منامت يعني اكل حاجة الهريسة دي او منامت والفيديو ده بقى هيتعمل لوحدة تلمسها الصبح بس رجالة استوضاعكم الله اوقعكم في فيديو جديد مع السلامة